اخوتي اخواتي العزاز السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وربي الفضل والتسير والرزاق الكتير مرحبا بكم معنا في قصة جديدة القادية اليوم سوف يدينا الأردن وعمش بالضبط العاصمة عدنا أمشي ونحكي وحكاية واحد البنت اسمتها نوها الشرفاء تزادت نوها وكبرت في الأورطن وسط عائلة محافظة عائلة متدينة كان الاب ديالها مهندس والأم ديالها في سلك التعليم كانت تخدم معلمة كانت هذه الأسرة كانت تكون من ستادي الأشخاص الأب الأم وربعا ديال الأولاد الكبيرة فيهم هي نوها نوها من بعد ما كملت قرأتها خدمت في صنطر دابل ومن ما بدأت تخدم؟ بدأت تتعرف على الناس جدا بدأت تحتك مع الناس بدأت تخلق صداقات مع البنات ومع الدلالي اللي خدمت معها ومن بين الناس اللي كانوا خدمت معها كان واحد اللي اسمتها حمزة من ما بدأت نوها الخدمة ديالها من اللي شافها حمزة تضع عينه عليها من نهار الأول تعجب بها في الأول نوها مدت مجاد ولكن مع المدة بدأت حمزة كلمتها باللهضة كي يبين لها من اللي تعجبه من اللي يبغيها من اللي متعلق بها ولكن وخاها كاك نوها تترسها ما كتفهمش تعملت معها بورود مدتها فيه من اللي شاف حمزة باللينوها ما أعطته شوقت ما أعطته شفرصة مشا كي يسهل عليها كي يسهل للناس اللي كعرفوها وكيعرفوا حتى عائدها بقاها كاكت قصح تعرف ما كون وابوها من اللي عرفها بنت مان وما كون العائلة ديالها مشا عندها وحاول يفتح معها الموضوع ديال السواج حاول يهدر معها وكان هذا المرة بغي سارحة باللي بغي تقدم الخطوبة ديالها مالو الحمزة شاف انها بنت داخلها سقراسها وقرر انه يكمل حياتهم حمزة مشى عندها وطلب منها باش يمشي وقلسوا بشي قهيوة كل سووا وياها على عراحتهم ويهدروا في واحد الموضوع مهم كان لكي يخصو مجور انها تعصبت عليه بزعب قلت له هنا ماشي ديال الخروج ماشي ديال القحوي بغي تقول لي شي حاجة بغي تقول ليها هنا في الخدمة اما انا ماشي معك تشي بلاصة وما كان شي موضوع لكي يربطناه بجوجه إذا كان كي يسحاب لك باللي انا مندك النوع ديال اللي بقى ندور معك ومشي معك تلقها انا حمزة بيقول لها باللي هذا الموضوع راكي يخصنا بجوجه وخصنا نقلسوه في احد البلاسة اللي غير انوياك لكي نقلسوه قلت له من النهار اللي رأيتك ركي عجبتيني وانا ماشي من الناس ديال التفرية لكي رأيتك عندك نيشان ناوي المعقول وبغي نخطبك نظاركم نوهم اللي سمعت هذه الهضرة أعطيتهم الملادية التليفون ديال البحة قلت له انا ما نهضر معك في الوال تصب الوالد وهضر معه في هذا الشي وفي انا ذلك حمزة ذلك حمزة ذلك تصب الابدي لها وخضر منه موعد لكي يمشي عندهم الطار تنسى تقريباً حمزة ذلك يمشي عند وليدها لكي يخطبها يمشي عند عائلتنوها ولكن اللي جاء عائلتنوها شوية غريب هو أن حمزة جاء غريب والده ما جابش والده معه لكي يخطبه ما كان معه حتى شي واحد من عائلته لمه 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 لمهتد ان يحصل لها فهو عائلتنوها لا تقتلوه كيف هي هذه السيلات جاء بوهده جاء طويل هذه الخطوبة ليست عبدالله السيل جاء بالوالده بالعائلته على الحال هذا الشي عند العرب ما دخلش في التقاليد والعادات أي شخص يريد أن يخطب لا يمشي بوهدته الضروري يريد أن يتنام مع عائلته لكي تسمى خطوبة رسمية لكي يعرفون أن هذا الوضع لا يتفلع وعائلته رأيهم موافقين ومباركين هذه الخطوبة عائلته يجب أن يزواج الوضع من بنتنا أما عندما يذهب بحديته يمكن أن يتفلع يمكن أن يدوز الوقت بطريقة قانونية حمزة أول عبدها وقال له لماذا يأتي بحديك؟ ما الذي يجعله لا يجد عائلتك؟ هنا يجب أن يجعلك وسيقول له لأم التي مريضة كثيرا وما لا يجد أن يأتي والأبد قد يجب أن يصفر خارج الملاد وسيرجع من هذا في شهرين وهذا الشيء لم يكن أن يأتي معي اليوم ولكن إن شاء الله من الذي سيرجع من الأبد يجب أن يأتي من شهرين أو شهرين وسيرجعون معي كم من النبيهم أبنها من بعد التعرف على هذا الولد حمزة من بعد ما قلسوا مع بعض اياتهم قليلا من بعد ما دهوا و جابوا في الكلام قليلا 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 نضع حمزة و مشاف حالاته من الذي يخرج حمزة من عندهم؟ هنا أبنها سيقول ابنته شوف ابنتي أول شيء هذا السيد لا تخليش الخطئ لم أعجبني و لم تخليش و لم تخليش هذا شيء من الله ثاني شيء هذا المجل الذي يجلبه حديثه لم تخليش الراس و لم تخليش منذ منذ شهرين يجب والدي و يجب أن يأتي لماذا يجب أن يصدعنا مع رأسنا و يرهننا هذا الشهرين وهو خطة بضلة منذ الذي تقول لهم جيد و منذ الذي يجبهم الصفار يجبهم جيدا حتى نحن نعرفه ماذا يجبهم هنا سيقول ابنها عفاك بابا لما أعطيه فرصة رأس السيد جيد و كذا و كذا و ربما تستطيع أن تكون ممريضة و يكون ابنها مصافر و لا يطول المدة و يجب منذ شهرين و سيأتي و شهرين لا يبعد بضغية و أنا كان وعدك لا يجب أن تكون نهاية أن تكمل هذا الشهرين منذ الذي يجبه هذا الأمر منذ الذي يجبه أعرف أن ابنه عيش بها و أعجبه و لا يجبه و أتزوج و أنا سأقول ابنها و أخ و لا يوجد مشكلة و يأتي حتى تشهرين و يجبه و يجبه و يجبه و يجبه و يجبه و يجبه ها هو و يجبه وكيف يتفل الأب من بعد أن يقلس مع رأسه ومن بعد أن يفكر جيد لأنه لا يرتاح للبطري ولم يريد أن يحييه من رأسه يقول أنه لا يرتاح لي وأنه حدثه مع مرخي شيء مجدد أن يجعلني لا يؤمن قرر الأب أن يمشي سوء على الأول ويسوء حتى عائده وفعلا أنه يسوء على حمزة أو عائلة ما يسوء عليها الناس الذين يعرفوهم الذين يعرفون العائلة ويعرفو حتى هو يقع الناس يشكرونه يقع الناس يقولون فيه هدرة مزيانة وكلهم يقولون هدرة واحدة هذا الولد الذي يعمره هدرة هذا الولد داخل سوق راسه وحتى عائده عائلة كبيرة وعائلة مزيانة يقع الناس يقولون بأن الله يعمر لهم ضار ومعمرنا سمعنا عليهم شيء خيبة أو شيء ما هي هذه ولكن الحاجة التي ستأكد الشكوك من الأب هي من الذي سيعرف أن العائلة الحمزة ناس لباسة لهم ووالده ما عمرهم ما كانوا كيف يفكرون بالذين يزوجوا والدهم من البنت خارج العائلة يزوجوا بعضياتهم غير من العائلة بنت خارج العائلة هذا شيء عندهم مرفوض ودهم خاص يتزوج غير من عائلتهم يعني ما يأخذ بنت عمه بنت عمته بنت خاله بنت خالته لا يمشي وحده اللي كتجيه مستحيل يتزوج شيء بنت على برد هذا هو الشرط الوحيد اللي عند ببه ومستحيل شيء واحد يتناقش معه فيه احتى ولاده ما يغيروا له رأيه لا يمكنهم شيء يقنعه الأب دي الحبزة كلها باسع ليه عنده أملاك كثيرة وعلى حسب تفكير دياله هو بالليفلوسه والأملاك دياله بنتها عائلته وخاصة تبقى الدور غوص العائلة خاصة ما يشاركهمش فيها البراني يعني تبقى الدور فلوسهم ورزقهم غير بنتهم ديك الفكرة ديال خيرنا ما يده غيرنا مهم هذا هو التفكير ديال ببال هذا هو التفكير الأب دياله يسمح شيء عاد فهم عاد استوعب على حمزة لم يجلب والده وعرف بأن هذا الأب أصلاً لا سيقابل بهذا الزواج هنا مباشرة الأب دياله تصل بحمزة وطلب منه أن يتلقى معه في أسرع وقت من بعد أن يتلقى معه قالوا شاهده أراني سولت وسولت على عيدك وطبيعة الحال هذا الشيء من الحقي كيف أنت سولت هنا وجئت عندنا حتى ما دم أعطيك بنتي أعطيك بنتي خاصة أن نعرف العائلة التي ستناسب معها ولكن للأسف الذي أعرفت من ذلك أعرفكم والدك لم يقابل هذا الزواج ومعمرهم سيقابلون لك أن تزوج بنتي خارج العائلة أعطيك بنتي ما أقول لكم ما أقول لكم في حمزة لا أعطينا قال لها بالصح الأب لي فارض ليس لن تزوجه ولكن من بعد أن تعرفت عنها ومن بعد أن أعطيت معها ومن بعد أن أعطيت معها وقناعته وفي الأخرة قتلت لكي يزوجني من البنت التي أريد أن يقابلها يعني البنت التي أقع عليها هذه الاختيار أعطينا فالأبناء قال لها وفي الصح يظهر لديه شغال في الخارج ومصافر ويرجع من دابة شهرونس يقول لهم وقال لهم وقال لهم سوف يجبون سوف يجبون نيش لديكم الدار لكي نضيف خطوبة رسمية يقول لهم أنه سوف يريد أن تزوج وأنه ستزوج فيها وأنه يقنع فيه قبل أن تكون وقام سوف يجب عائد وأنه يقنع لهم أعرف كيف يدخل الخاطر ويجب أحدث ويجب مع الصباح ويجب أعرف كيف يجب خاطر ويجب وأنه يجب يقول لهم أنهم تشبت ابنته يقول لهم أنه لا يمكن أننا هنا أبناء لا يوجد أعود لها أعود هذا قال أنه أحضرت معه وأنه سوف يجب بكلمته من بعد شهرين سوف يأتي بوالديه ويأتي لكي يخطبوك بشكل رسمي قال أنه أنا كنت من جهته أنا لا أرتاح لي ولكن من بعد ما أطلقت معه من بعد ما أشترح لي الوضع أرتحت وهم عائلة ما يتعلم وإذا كنت إحتنتي بغيه وبغد زوجي به الله يسهل عليكم وأنا لا أعود أن أزيدكم غير الخير أنا لا أريد لك غير الخير أبنتي وأريد أنك دائما تكوني مرتاح هذا النهار نوها كانت فرحانة كثيرا البنت عطر بالفرحة البنت فرحانة سيتقرب الزوج بالشخص الذي أريد أن أرتاح له وفي نفس الوقت ردك النهار كانت جادتها واحد الخدماء التي كانت كبت منها من شحال هذه البنت بشتروها بأنها أعطلت مدرسة وأعطلت تقرر ولدات الصغار في واحدة من دراسة عمومية ذلك الوقتين وهذه ستتصل بحمزة وسيتفرحوا بهذه الخبار وسيتعلموا وسيتعلموا والذي تقولوا خدامها وستعدى حمزة فرحنا هذه الخدمة قالوا شوفي خدمي على رأساتك أنا مع المرأة سوف نوقف في طريقك بالعكس سوف نعاونك وندعمك ودائما سوف تلقيني ووقف كتافك ووقف جنبك حتى هنا سوف نرى إنسانا ما أجحى في حياتك المؤمن بقى العلاقة ما بينها وحمزة علاقة صحية لم يكن يتلقى بالزحف كانوا يتضرون غير في التليفون مرة مرة حيث أصلا ما زال ما بينتهم شي حاجة رسمية ونوها كانت بنت لمقابلة ختمتها ومن الخدمة الضار من الضار الخدمة وحتى حمزة لم يكن يتزز عليها حتى شي حاجة ونجعلها على خطر خطرها ونجعلها على راحتها يا سيلا وشتري هي مجدلية وشتري هي هذا الشهر الأول ثاني ولكن حمزة لم ينستطعت لم تتعلم معها الموضوع للخطوة والزواج سيدة في الأول بدأت أن تفكر بها معه قالت ي Might Nuhi تكلموا قد المحيط ومن فرد مقابلة بلا من نسوله ونزل لحظه قالت نوها دعنا نصبر عليه واحد شوية حتى يدوزوا شيئا ما دون نعاود نهضر معه نوها كانت حجمانة بحل ما بغاش تفرض راسها عليه ما بغاش تسوله وحكفه كاش ستجي لدارنا وتخطبني ولكن مشاوليها مجوليا حمزة ما عاودش شبت مع هالموضوع نهائيا هنا نوها ستقرر أنها تسوله مباشرة وعادي أقول له بلا حجارة هذا كثير من المدلد تفقنا عليها انت ما عاودش شدرتي معي في هذا الموضوع شرح لي كيفاش من صرحة نهائها هنا مباشرة سأعطيني أن ملادي التليفون تماماك أنا أعطيها لأم ديالي لكي تصل بكم ويقادروا هي والأم ديالك الوقت المناسب الذي لديه فيه الخطور حمزة طلب منها لكي تعلم الأم ديالا وتقول لها تخلي التليفون ديالها ديما شعل وتخليه ديما حدها حيث في أي وقت ممكن لأم دياله تواصل معها في أي لحظة ممكن تعيط لها في تاريخ 21 من شهر عشرة أكتوبر عام 2014 في هذا النهار خرجت أم منها من الخدمة ديالها كيف العادة أم شا تجيب أولادها الصغر من المدرسة ومنين كانوا راجعين للطار واحد من أولادها الصغر ستبالوا الطموبي ديال خطنوها واقفة في الشارع أنا استغرب تعجب والرامة ماهو بدأ يقول لها هذي كمشي الطموبي ديال خطنوها الأم ديال نوها مدتهاش فيه مدتهاش في حضرته قدر يبقى كيغوت وكيقول لها هذي كمشي الطموبي ديال خطنوها أهنا الأم قتله راجع الطموبي ديال خطنوها وخي يكونوا نفس الماركة ونفس اللون خصك تشوف المطر يكلوا وش ديال خطك ولا لا نوها في ذلك الوقيتها وقد ديال خطنوها كانت خداما الأم قد تقول لها هذي كره غير شبهتها لطموبي ديال خطنوها كما يقولوا حشاكم الحمار ما شي غير عند عمار يقولون ما كيش طموبي ديال خطنوها ولكن ولدها بقى كيأكد عليها بأن هذي كره تخطنوها 100% يلا شوفي شوفي حد الجاجة اللي قدامي شوفي شوفي هذي كمشي البورتكلي اللي معلقة في طموبي ديال خطنوها من اللي شوفت الأم والدها متأكد باللي هذي كالطموبي ديال خطنو مشاته بدت كتقرب ليها من اللي قلت وسطها زادت تأكدت باللي هذي كالطموبي ديال بنتها قاعدت وقفت كالتسنة تسنة واحد المدة كتكوا ربما تكون مشات الشيحانه تقدر شي حاجة وعطت رجع للطموبي كانت كيب غالبا وقفت شري شي حاجة من هنا وعلى كنها تسنة بنتها مرجعتش نهائي للطموبي ديال خطنوبي ديال خطنوبي ديالة وقفت شريحة كانت تسنة معه بدت تسنة على ابنتها في التليفون ولكنها لم تتجاوز وقفت كالتسنة وصلت الوقت التي تراجع فيها البرد تردى وترجع الخطمتها ولكنها لم تتجاوز هنا بدت تتخلق تتخلق على ابنتها بالخصوص من اللي شفتها لم تتجاوز لم تتجاوز في ذلك اللحظة قلت نعيط الحمزة ربما تكون عنده الخبار ربما تكون معها طبيعة الحال يرى خاطبته ويهضر معها ويعرفها في المشاة ولا في نجاة ولكن اللي غريب في الأمر من اللي اتصلت به الأم ديالها سيقول لها حمزة بل العلاقة ديالي مع بنتك رسالة شهر دياله أنا الأم دنها تصدمت قلت له كيفية العلاقة ديالكم سالة هذي شهر إذا لم تتجاوز بل العلاقة ديال الوقت قلت له هارة الأم ديالية ستتصل به لكي نحضر موعيد الخطوبة وقلت له بل العلاقة قلت له بل العلاقة قلت له بل العلاقة ديالك لا تحصل بك وظلت له بل سنأخذ قلت له بأننا أضعنا أو أنت عالنا ولمذوقنا اننا حصل على بديتنا حتى لم نحصل على بديتنا ليس مفاهمة ولماذا؟ كيف هذا؟ فرقنا وكل أحد في طريقه هنا أم نهايك قلت له تليفون ومع الصباح وردت وتتصل ببنتها ولكن في هذه المرة المرة أقلت تلقى تليفون ببنتها أم تحسام بأن لأن ابنتها وقع عليها شيئا مباشرة سأتصل برجلها و تقول له ما في خاصة الجيداب الأمر ضروري و خاطر ابنتها غالباً وقع عليها شيئا ابنتها لم تتجاوش في التليفون و لم تتجاوش في التليفون غير وصل رجلها و أعرف ما هو واقع و تحتوش التليفون و مقاكعي ابنتها ولكن كما أقول لكم التليفون ديالها كان طافي لكسا عبارة مباشرة و يجري خدمتها و يسوّل عليها هنا تقول له أحدا من أصحاباتها قلت أنها خرجت في وقيتها الأغضاء سألحد الآن مازان لم تتجاوش قلت له قلت له قلت لنا أنها تمشي تغدها و ترجح ولكن من ذلك الوقيتها لم تتجاوش هذه صاحبتها قلت لبها من ذلك لم تتجاوش قلنا يمكن مريضة أو عيانة و يمكن أن تتجاوش علاج لم تتجاوش قلت أنها سأخرج و نتصل بها و نذهب و نذهب و نذهب و نذهب و نذهب هنا أبنها بدأت تدور له فراسه بكثير من الأسئلة منها كيف البنت خرجت على أساس تجاوش تغدها و ترجح ولكن لم تتجاوش لم تتجاوش لم تتجاوش و كيف حتى موبيلتها وقفت في البلاسة بعيدة على الخدمة و بعيدة على الدار هنا أبنها حتى بدأت تدخل على ابنته بزاف بدأت يحس بأن شيء حاجة خائبة يمكن وقع على ابنته في كل اللحظة قرر أنه حتى هو يتصل بحمزة الخاطيب ديالها و يسول عليها هو الوحيد اللي عنده علاقة معها و لكن الحاجة الغريبة اللي وقعت هو أن حمزة ما قالش لبها نفس الهضران اللي قال لأم ديالها حمزة من اللي سوله الأب على ابنته قال لي باللي يلا هضرت معها ديومين مشي الهضران اللي قال أنه شهار ما قتل جمعها و أنهم علاقة ديالهم سالات لا قالوا يومين هضرت معها و قالت لي باللي غادت مشي تسافر مع صحابتها شيامات بالدل جو لأب ديالها لأبنها ما دخلتش ليه هضرت رأسه قال كيف هاش بنتي غادت صافة ما غادتش تعلمني ما غادتش تعلم ماماها ما تعلمش للناس في الخدمة وهي يلا خدمة الصباح هذا شيء مستحيل يكون وقعا البنت معمرها دعت بحركة كي يقول له معمر بنتي تصرفت بهذا الطريق و أنا كنعرفها مزيان بنتي إلى خرج تغيط تخل حانوت كاد يقول لنا فين غادة و إذا افترضنا قاع باللي بالصح صافرت كيف هاش ستتصافر وتخلط موبيلتها وقفة في الشارع إذا كان ستتصافر أنا ستتصافر بموبيلتها وعنش تلفون ديالها طافي ما الذي ستتصافرها طافي تلفونها إذا كانت غادة تبدل جو كما يقول هذا حمزة هذا مهم القضية مالك باشا طبيعة حال هذا شيء ما يدخل للناس هذا شيء كيف يبين يا إما البنت واقع لها شيء حاجة أو لا هاد حمزة عارب شنو عندها ومخبع لنا ويقدر يكون هوام للفعلة ويقعوا على يدها ويقلبوا لها كالنهار كامل وصلي وهم ما زال يقلبوا على البنت ما خلوه طاب الله صلي محتمل أنها تكون لها تكون فيها ولم يمشون لها الليل كامل ما نعسوش هناك عايدين يأتيهم الناس يقلبوا ويدوروا على بنتهم يقلبوا حتى الصباح ذي الغدلة ذلك الساعة سوف يمشون يشل عند البوليد لكي يبلغوا بالاختفاء ويقلبوا بالطريق أرجع أتصل بحمزة لكي يسول ويعرف شيء جديد لكي يسول ولكن هنا في هذه اللحظة سيقلبوا حتى الحمزة حتى وطفة في كل اللحظة الأب لكي يسول لكي يسول البوليس ويعود لهم هذا ما يقع بالتفصيل ولكن ما يسول البوليس والشاك في شيء واحد ما قال الله أعلم قال لهم هذا الأب بأنه الشاك في واحد الولد قال لهم هذا الولد اسمته حمزة وكان يخطب بنتي وهذا حمزة هو الوحيد الذي نشك به علاقة معه وكان موعد نبي الذي يجيه وعائبته لكي يخطبوها رسمية قال لهم الأب بأنه الذي نشك فيه هو فهذا حمزة هو أنه من اللي اتصلت بها مرتي قال لي هذه شهرين لكي يحضر معها شهرين لكي يحضر لكي يحضر لكي يحضر لكي يحضر ولكن من اللي عائط له من اللي سولته قال له قال لي يحضر لكي يحضر معها وقال له أنا سوف نسافر لكي يحضر لكي يحضر أنا وصحابتي أنا والله هو المشتبه في الوحيد مباشرة يمشي عنده ما هو العنوان ويعتاق له يعتاق له هذا يجبه المركز الشرطة لكي يبدأ يحقه معه ويشوف ما فعلا لكي يحقه ما الذي يحقه معه حمزة بدأ يدخل ويخرج في الهضرة مرة يقول لهم ما الذي يحقه لكي يحقه لكي يحقه لكي يحقه لكي يحقه بناتنا ومرة يقول لهم ما الذي يحقه ولكن الحاجة الوحيدة التي كان يقولها ويعودها ويؤكد عليها يقول أنها لديها حتى علاقة بالاختفاء من نوها يقول أنه لا يمكن أن يدخل من نوها نوها يمكن أن يدخلها في عينه يمكن أن يدخلها كثيرا لكن البوليس يقومون بشكل فيه ولكن البوليس يتعاملون بالأدلة هو لا يمكن أن يدخل أي شيء يمكن أن يدخل أي شيء معتاقل الذي لم يدخل لديه أي شيء يمكن أن يدخل ويقومون بشكل حالته عندما يخرج حفظة الكوميسارية مباشرة أعيد لها ويقول لها ماذا لدي حتى علاقة بالاختفاء لديها ولم أعرف لماذا 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 كيف وكيف وصنحت تقول أنها لماذا 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 مرحل وماذا إلى كوميسارية وماذا أدخلت لها لحظة وماذا لماذا كيف بحق كيف ؟ لا لدي بالعكس الولد كان يحميها كان يبغيها بالزعف وما يقدر شيء آديها وما أعرف ما الذي يجعلك أنك تشك فيه حيث أن تتاهم الولد ووصله للبوليس على حيث لا يرتاحه وعلك يا رجل يجاوبه ويقول لها شوفي وانت لم ترى كيف كان قدام البوليس من الذين كانوا يستجوبوه الولد كان يترعت وبين ذلك الشيء يصبح لك جيدا يقول لها الولد كان يدخل ويخرج في الهضرة الولد كله يتفتف 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 من الولد كان يتشك فيه وفيه بحديته ولكن من الذين رأيته كيف كان قدام البوليس وزادت الشكوك تأكدت تأكدت من الذين لديه علاقة مباشرة بالاختفاء البلدي ويقول البوليس مودة وهم يحقف هذا القاضي في ذلك الوقت قرروا يمشون البلاسة التي كانت خدمة فيها نوها قرروا أنهم يستجوبوا الناس الذين يخدمون معها الناس الذين يسألوهم كلهم يؤكدون نفس الهضرة للبوليس يقولون ويؤكدون بأن في الوقت الغداء خرجت نوها مع عودة شرجات هنا البوليس سيطلبوا من الإدارة الخدمة لكي يرى الكاميرات المراقبة وفعلا من الذين يدخلوا البوليس وفرغوا لك الكاميرات المراقبة وراجعوا الفيديوهات التي فيها سيتباليهم نوهاب خرجت من خدماتها مع الوحدة وخمسة عشر دقيقة بالضبط ما الذي يباين تسنها؟ تسنها حمزة في طموبيل ووقف تسنها قدام الباب الخدمة قليلا وهو يهبط من الطموبيل وهو يهضر معها قليلا سيتشدهم الكاميرا وهو يتلاجعوا في الهضرة يتزايدوا في الهضرة يهزودهم على بعضياتهم يتزايدوا في الهضرة واحد اللحظة يتزايدوا في طموبيل وزادوا في حالته سيتم تتبعونها في طموبيل وسيأتي بسرعة كبيرة مع الصباح هذا الكلام ارصدته وشدته كاميرات المراقبة وهذا الشيء الذي يقول البوليس أخر واحد اطلق معانوها هذا النهار هو حمزة يعني من السؤولة أمها وقال لها بأن تفارقت معانوها المدة دي لشهر دابا أغير كان طرقها عليهم وهذا كان يكتب حيث كان خايف ولا بالصح عنده شيد فالقضية هذه هنا البوليس مشغوله مباشرة وسأعتقله أعتقله هذا بالمرة الثانية لكن حمزة وخجبوا عندهم وخبضوا كي يزيروا فيه بقى مصرع الرأي له أنا ما عندي التعلق أي اتهام كان يوجهه للبوليس كان حمزة ينكره ولكن من اللي يجبدوا له التسجيلات الكاميرا من اللي قرروا الفيديوهات الكاميرا التي شدوه كان يهدر معانوها وبين بأنه كان يتلاجوا ويتدابزوا شوية تبعثوا بالموبيل يقول لهم أنا غيرتز عندها نهضر معها وصافي من بعد ركبت الموبيل ومشيت ولكن لم تتبعثني ومشيت في الطريق وصافي أنا ومشيت بحالي ومشيت لدارها ولكن وخاها البوليس لم تتبعوه الكذوب تبعوه هنا البوليس سأضع عليهم فكرة مهمة قالوا قالوا عنقلبوا الطموبيل يريدون أن يرون ما كان فيها البصمات ولا وفعلها من اللي داروا الخبرة التقنية على الطموبيل من اللي يقلبوها مزيئة سيبقوا فيها البصمات في الباب الطموبيل على برا ولكن اللي بليهم من ذلك البصمات بلينها بحالة شيء واحد كان يتفحها لدخل الطموبيل يتفحها بزز منها هذا هو والاحتمال هو واحد لإعطاء البوليس من بعد ما ضغطوا بنزيئة على حمزة في الأخر سيبدأ بكي ويعترف لهم بكل شيء حمزة قموا الدواء سكت والدواء من بعد يقول لهم بأنني لم تتصور لم تكن تخير رأسي ونستطيع نعيش بها قال لهم في الشهرين التي كانت تسنانينها لتأتي لتأتي لا يوافق على هذا الزواج من التي كانت نهضر أبدا كان يرفض يقول لهم أن تزوج وخرج عليها وضعها يقول لهم أن هذه البنت التي تريدت مع أمرك سيتأخذها البنت لا يوجد من مستوى حمزة يقول لهم أن أبدا دائما يقتر عليها شيء من العائلة يقول لهم أن أخذ بنت أمامك المهم يقول لهم حمزة أن تحاول أن ينسانها حاول أن يتقبل ما أمره سيتزوج بها يقول لهم أنه لم يقوم لم يقوم لم يقوم بها كانت بنت زوينة بنت مطقفة حمزة لقى فيها شيء الذي كان يتمنى في شيء كان لهم حمزة كان لهم جيدة والناس 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 تعاملوا معي خائب بالعاكس لم يقوموا معاملوني كانوا يعتبروني بحل ولدها وعندها صبرت عليها بالزاف والدرجة كانت أحسابها بأنها حشمانة تخطبني بشكل رسمي ولكن في أحد وقيتها من صبر التاعيات قال لي أرى لا يحدث لديها أنا صافعيت ومليت ولم أبقيت قدّنت كل مرة تقول لي صبري كل مرة تقول لي قلت أجيب عائلتي ولكن حمزة لم يقعد واجهة حمزة قال لي لماذا حدثت بالحقيقة قال لي هو الذي يوقف طريقنا هو الذي لا يريد هذا الزواج هو الذي يريد أن تزوج بنت من العائلة من اللي سمعت أن هذا الهضرة حسمت رأيها وقررت مباشرة أنها تقطع علاقتها مع حمزة في خطرق قررت أنها متعاودش تلاقبه متعاودش تلاقبه متعاودش تلاقبه متعاودش تلاقبه حمزة ما تقبلش هدش ما تقبلش أنها تفارق معه بقاك يعيط ليها ولكن في ذلك الوقتين وها ما بقيتش تجاوب بقاك يسايفتها في الميساجات يرغبها لتلاقبها الآخر مرة كان يقول لها بلّي بغي يتلاقبها باش يهدر معها غير باش يتفارقوا على خير ومدّيش عليها شندرا خايبة كي يحلف لها بالله بلّي ما غاد يدير فيها تشيحاشا بلّي بغن غير لقاء آخير لقاء رومانسي اللي بقوا يتفكروا وافق منها أنها تتلقبه يعني تتلقبه الآخر مرة ويكون هذا اللقاء ديالله في ذلك النهار تبعته بالطموبيل في واحد اللحظة أطلب منها أنها تخلي طموبيلتها ويطلع معها الطموبيل ولكن على حسب البصمات لقاء البوليس كتبين باللينوها لا يريد أن تتلقبها أنها دفعت الطموبيل ويطلعت صحة لأنها كانت تتكالي الباب الطموبيل لكي لا تدخل البصمات كانت كاملة اللاسقين على برّاد الباب بعشرة بهم يعني بحلّة كانت البنت تتقاوم لا يريد أن تتلقبها في الطموبيل وكانت تتكالي في حبز يعني 100% لأن البنت لا تتكالي بخاطرها ولكن حمزة يقول الأكثر يقول أنها تتلقبها بكامل إرادتها الطموبيل من التي تتلقبها في الطموبيل كانت تدخلها تدخلها بعيدة حمزة كانت لديه لديه في مزرعة في الخارجة في الطموبيل موقف بينها حتى وصل من بعد من الطموبيل ثم يتلقبها يقول أخطي لها أخطي أن تتلقبها لكن كانت صغيرة ليس كنت على المساعدة لم يكن لأن 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 من المنطقة لديه لا لم يكن لديه قد تقولون بالعلاقة لدينا سالات قلت له أنا أعطيتك فرصة لتأخذ داركم وتأخذني رسمياً ولكن أنت لديك مشاكل كثيراً مع عائلتك وأنا لم أسوقي في هذه المشاكل لديكم والديك أصلاً لا أريد أني يعني لا تبقى ونضيعه في الوقت لا تبقى ونضيعه في الوقت لا تبقى تبرده لعمري دعني نشوف حياتي ونتسر حياتك قلت له إذا افترضنا أننا تزوجنا نديره أنك تحدث عائلتك ونزوجه بها عائلتك اللي ملو وما بغي ينجي يعني حتى مرزوار سنعيشوا في الصداع والمشاكل لا سنعيشوا مرتاحة ولا سنجعلونا في خطرنا أنا لا أريد أن نعيش حياتي كاملة في المشاكل وهم يتناقشوا وهم يهضروا ويتلاجوا كبير المشكلة حسو اللي بيناتهم صداع كبير هنا حمزة يجبض الموس ويبقى يهددها به يجبض الموس ويبقى يهددها أريد أن يهددها لذلك تقول له أنه ضرب وليس ضرب صعب قليلا سيطاعنوها ثلاثة طعانة في الصدرها يضربها ويقول له لا من يتنافع لها لم تكن فيها تكون فيها طعانها في الصدرها وفي الدهرها ويجعلها غارقة في دمائتها من بعد المسأل الجريمة من بعد مستوعة لذلك الساعة يجب أن يساعد الدم لكي لا يجعل الأطعر هذه الجودة لها يجب أن نخرجها في طوب ونخرجها برها يجب أن تغطي منها لكي لا تقوم بها لكي تغطي أصلا هذا الجارج مهجور لكي لا يجب أن تأتي أما بعد أكفته موبيلته ونحن بحالته ولكن من المشاركة البوليس التي وقعت فيها الجريمة يجب أن الجودة لها يجب أن تغطي منها الكلاب التي في ذلك المنطقة يجب أن نهش الجودة لها الكاملة لا تستطيع أن تتعرف عليها مع دبلة الدائرة هزوا الجودة للناس البوليس وهذه المستودع الأموات لكي يسلمها لعائدها ويتم الدفن لها لكي يتأكدوا أن هذه هي نوحة في المحاكمة حمزة ويجب أن تتعرف عليها لم يكن يجب أن تتعرف عليها ويجب أن يجب أن يجب أن يذهب وأن يجب أن تتعرف عليها وأن تتعرف عليها في المخصصة السيد لم يكن عنده ردد فيك كان يقول القاضي وصدت المحكمة قال لي لا أردد على هذا قال لهم البنت أنا كان عشقها ما نقدرش نشوفها مع شي واحد آخر من غيره قال لهم أنا غادي ننهي حياتي وغادي نتبحها في بلاسة اللي هي فيها يعني غالباً ناوي يقتراش الولد كان بغير يقتلها وما يشوفهاش مع شي واحد آخر القاضي حكم على حمزة بالإعدام والأسف حتى في الأردن ما كيتنفدش حكم الإعدام كيبقى الحكم مؤبد والدابة حمزة مازال كيدوز العقوبة دياله السيجنية ما وردتش في الأخبار ما قالوش المصادر بأنه نفد تهديد دياله بأنه غادي ينتحر زي ما ويتباع العشيقة دياله مهم نخلي العبرة انتو من اللي تقولوها وانتو من اللي تعبرو ليها في التعاليق ونقالم وحايد قوتي دوزو بخير تلقو غدا إن شاء الله في نفس الموحدة صلى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة